حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفظ بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباح في الصلاة على الميت يعني لم يوقع حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثنا خالد بن الإياس عن إسماعيل بن عمر بن سعيد بن العاص عن عثمان بن عبد الله بن الحكم بن الحارث عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وكبر عليه أربعة حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الرحمن المحاربي حدثنا الهجري قال صليت مع عبد الله بن أبي أوف الأسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابنة له فكبر عليها أربعة فمكث بعد الرابعة شيئا قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف فسلم ثم قال أكنتم ترون أني مكبر خمسة قالوا تخوفنا ذلك قال لم أكن لأفعل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم حدثنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن الصباح وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن حجاز عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا ابن أبي عبي وأبو داود عن شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة وأنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا إبراهيم بن علي الرافعي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسة حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية حدثني عمي زياد بن جبير حدثني أبي جبير بن حية أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطفل يصلى عليه حدثنا هشام بن عمار حدثنا ربيع بن بدر حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي صلي عليه وورث حدثنا هشام بن عمار حدثنا البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رأيت إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات وهو صغير ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي لعاش ابنه ولكنه لا نبي بعده حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا داود بن شبيب الباهلي حدثنا إبراهيم بن عثمان حدثنا الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن له مرضعا في الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا ولو عاش لعتخت أخواله القبط وما استرق قبطي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا أبو داود حدثنا هشام بن أبي الوليد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي قال لما توفي القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة يا رسول الله درت لبينة القاسم فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إتمام رضاعه في الجنة قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته قالت يا رسول الله بل أصدق الله ورسوله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزته كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جاذر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحظ وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بتفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا حدثنا محمد بن زياد حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان بن عينة عن الأسود بن قيس سمع نبيحا العنزية يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد قال ابن ماجر حديث عائشة أقوى حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا عمر بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك جميعا عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهنية يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا يحيى بن اليمان عن منهار بن خليفة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره حدثنا عمر بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تتقروا حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على موتاكم بالليل والنهار حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكثنه فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنوني به فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه قال له عمر بن الخطاب ما ذاك لك وصلَّى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا بين خيرتين أستغفر لهم أو لا تستغفر لهم فأنزل الله سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره حدثنا عمار بن صالد الواسطي وسهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن جابر قال مات رأس المنافقين بالمدينة وأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكفنه في خميصه فصلى عليه وكفنه في خميصه وقام على قبره فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن نبهان حدثنا عتبة بن يقضان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا شريك بن عبد الله عن سناك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرع فآذته الجراحة فدب إلى مشاقص فدبح بها نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ذلك منه أدبا حدثنا أحمد بن عبدت أنبأنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت قال فهل لا آذنتموني فأتى قبرها فصلى عليها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا فلانا قال فعرفها وقال ألا آذنتموني بها قالوا كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك قال فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبي أن امرأة سوداء ماتت لم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فقال هل لا آذنتموني بها ثم قال لأصحابه صفوا عليها فصلى عليها حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل فلما أصبح أعلموه فقال ما منعكم أن تعلموني قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك فأتى قبره فصلى الله عليه حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيا قالا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما قبر حدثنا محمد بن حميد حدثنا مهران بن أبي عمر عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعدما دفن حدثنا أبو كريب حدثنا سعيد بن شرحبيل عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموتها فقال ألا آذنتموني بها فخرج لأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النجاشي قد ماء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربع تكبيرات حدثنا يحيى بن خلف ومحمد بن زياد قالا حدثنا بشر بن المفضل وحدثنا عمر بن رافع حدثنا هشيم جميعا عن يونس عن أبي خلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه قال فقام فصلينا خلفه وإني لفي الصف الثاني فصلى عليه صفين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن عمران بن أعين عن أبي الطفيل عن مجمع بن جارية الأنصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه فصفتنا خلفه صفين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتاذة عن أبي الطفيل عن حديفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم قالوا من هو قال النجاشي حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا مكي بن إبراهيم أبو السكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان قالوا وما القيراطان قال مثل الجبلين حدثنا حميد بن مسعد حدثنا صالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتالة حدثني سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي قلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها فله قيراطان قال فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج بن أرطات عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان والذي نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد هذا حدثنا محمد بن رنح أنبأنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيع سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقال قوموا فإن للموت فزع حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحة فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن عائشة قالت فقدته تعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم حدثنا محمد بن عباد بن آدم حدثنا أحمد حدثنا سفيان عن علقمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر كان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية حدثنا محمد بن زياد حدثنا حمد بن زيد عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمر عن زازان عن البراء بن عازب قال قرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيان القبلة حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر بن قيس عن المنهال بن عمر عن زازان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس كأن على رؤوسنا الطير حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده قال بسم الله وعلى سنة رسول الله وقال هشام في حديثه بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا عبد العزيز بن الخطاب حدثنا مندل بن علي أخبرني محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن داود بن الحسين عن أبي عن أبي رافع قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا المحاربي عن عمر بن قيس عن عطية عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا واستل استلالا حدثنا هشاب بن عمار حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي حدثنا إدريس الأودي عن سعيد بن المسيب قال حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحظ قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحظ قال اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر اللهم جاء في الأرض عن جنبيها وصعد روحها ولقها منك رضوانا قلت يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك قال إني إذا لقادر على القول بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حكام بن سلم الرازي قال سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا شريك عن أبي اليقضان عن زاذان عن جرير بن عبد الله البجلية قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعب عن عامر بن سعب عن سعد أنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا مبارك بن فضالة حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن شبت بن عبيدة بن زيد حدثنا عبيد بن طفيل المقرئ حدثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر لا تصحبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة حدثني سعيد بن أبي سعيد عن الأدرع السلمي قال جئت ليلة أحرث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مرائي قال فمات بالمدينة ففرغوا من جهازه فحملوا نعشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله قال وحفر حفرته فقال أوسعوا له أوسع الله عليه فقال بعض أصحابه يا رسول الله لقد حزنت عليه فقال أجل إنه كان يحب الله ورسوله حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا حدثنا العباس بن جعفر حدثنا محمد بن أيوب أبو هريرة الواسطي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن كثير بن زيد عن زينب بنت نبيت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة حدثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد قالا حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشقيص القبور حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفظ بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا وهو حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا يحيى بن صالح حدثنا سلمة بن كلثوم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثة حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن يجلس على قبر حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا المحاربي عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرتد بن عبد الله اليزني عن أقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أباني أوسط القبور خضيت حاجتي أو وسط السوق حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخصاصية ما تنقم على الله أصبحت تماشي رسول الله فقلت يا رسول الله ما أنقم على الله شيئا كل خير قد أتانيه الله فمر على مقابر المسلمين فقال أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثم مر على مقابر المشركين فقال سبق هؤلاء خيرا كثيرا قال فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر فين عليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال كان عبد الله بن عثمان يقول حديث جيد ورجل ثقة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكركم الآخرة حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا روح حدثنا بصطام بن مسلم قال سمعت أبا التياح قال سمعت ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن زهري عن سالم عن أبيه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو قال في النار قال فكأنه وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار قال فأسلم الأعرابي بعد وقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر قالا حدثنا خبيصة وحدثنا أبو كريب حدثنا عبيد بن سعيد وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا الفريابي وقبيصة كلهم عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور حدثنا محمد بن خلف العسقلاني أبو نصر حدثنا محمد بن طالب حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة عن أم عقية قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا حدثنا محمد بن المصفة حدثنا أحمد بن خالد حدثنا إسرائيل عن إسماعيل بن سلمان عن دينار أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس فقال ما يجلسكن قلنا ننتظر الجنازة قال هل تغسل قلنا لا قال هل تحمل قلنا لا قال هل تدلين في من يدلي قلنا لا قال فرجان مأزورات غير مأجورات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن يزيد بن عبد الله مولى الصحباء عن شهر بن حوشب عن أم سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصينك في معروف قال النوح حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبد الله بن دينار حدثنا جرير مولى معاوية قال خطب معاوية بحمص فذكر في صطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى بن كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن اكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة على الميت من أمر الجاهلية فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها بدرعا من لهب النار حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا عبيد الله أنبأنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة مع هاران حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن جميعا عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق وحدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية حدثنا محمد بن جابر المحاربي ومحمد بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قالا لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة فأفاق فقال لها أوما علمت أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمر بن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمر بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل إليها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسد فأرسلت إليه فأقسمت عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت فلما دخلنا ناول الصبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه تقلقل في صدره قال حسبته قال كأنها شنة قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبادة بن الصامت ما هذا يا رسول الله قال الرحمة التي جعلها الله في بني آدم وإنما يرحم الله من عباده الرحمة حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خيثم عن شهر بن حوشف عن أسماء بنت يزيد قال لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المعزي إما أبو بكر وإما عمر أنت أحق من عظم الله حقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزونون حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن حملة بنت جحش أنه قيل لها قتل أخوك فقالت رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون قالوا قتل زوجك قالت واحزنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء حدثنا هارون بن سعيد المصري حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن من قلبن بعد مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن ابراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شادان وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الصمد ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نيح عليه حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثنا أسيد بن أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا وعضدا وكاسيا وناصرا وجبلا ولحو هذا يتعتع ويقال أنت كذلك أنت كذلك قال أسيد فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى قال ويحك وحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أني كذبت على أبي موسى حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيين عن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال إنما كانت يهودية ماتت فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكون عليها قال فإن أهلها يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض ثوابا دون الجنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن أبا سلمة حدثها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قولة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها إلا آجره الله عليها وعاضه خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني عليها فإذا أردت أن أقول وعبني خيرا منها قلت في نفسي وعاض خيرا من أبي سلمة ثم قلتها فعاضني الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآجرني في مصيبتي حدثنا الوليد بن عمر بن السكين حدثنا أبو همام حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا مصعب بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم فقال يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته به عن المصيبة التي تصيبه بغيره فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصار قال سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة حدثنا عمر بن رافع قال حدثنا علي بن عاصم عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل أجره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فينجى النار إلا تحلة القسم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا حليز بن عثمان عن شرحبيل بن شفع قال لقيني عطبة بن عبد السلمي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل حدثنا يوسف بن حماد المعني حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا إسحاق بن يوسف عن العوام بن حوشف عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس كانوا له حصنا حصينا من النار فقال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدة قال وواحدة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن رومان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق أبو بكر البكائي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا مندل عن الحسن بن الحكم النفعي عن أسماء بنت عابس بن ربيع عن أبيها عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار فيقال أيها الصقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة قال أبو علي يراغم ربه يغاضر حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا يحيى بن عبيد الله عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي عن معار بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن الصقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيين عن جعفر بن خالد عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم حدثنا يحيى بن صلف أبو سلم قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الجزار قالت حدثتني أم عون ابنة محمد بن جعفر عن جدتها أسماء بن جعوميس قالت لما أصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما قال عبد الله فما زالت سنة حتى كان حديثا فترك حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم وحدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجري قال كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا أبو المنذر الهذيل بن الحكم حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن أكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت غربة شهادة حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب حدثني حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر قال توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ليته مات في غير مولده فقال رجل من الناس ولما يا رسول الله قال إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثاره في الجنة حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج وحدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرى وردي قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر حدثنا عبد الله بن زياد أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال سألت عائشة فقلت أي أمة أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اشتكى فعلق ينفذ فجعلنا نشبه نفته بنفتة آكل الزبيب وكان يدور على نسائه فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض أحدهما العباس فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسميه عائشة هو علي بن أبي طالب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها فنزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى قالت فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة قالت فلما كان مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصبيقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا عن فرنس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت اجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منه النمرأة فجاءت فاطمة كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن شماله ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة ثم إنه سارها فضحكت أيضا فقلت لها ما يبكيك قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فقلت لها حين بكت أخصت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكين وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها عما قال فقالت إنه كان يحدثني أن جبرائيل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة وأنه عارضه به العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك فبكيت ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة فضحكت لذلك حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا صعب بن المقدام حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن مسروق الخال قالت عائشة ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونث بن محمد حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت عنده قدح فيه ماء ويدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع أنس بن مالك يقول آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر في الصلاة فأراد أن يتحرك فأشار إليه أن يثبت وألقى السجف ومات في آخر ذلك اليوم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن قتالة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن أوليه عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن علي كان وصيا فقالت متى أوصى إليه فلقد كنت مسندته إلى صدري أو إلى حجري فدعا بقصط فلقد انخنث في حجري ثمات وما شعرت به فمتى أوصى صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوالي فجعلوا يقولون لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر في ناحية المسجد يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال عمر فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنبأنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان يضرح كضليح أفل مكة وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأفل المدينة وكان يلحد فبعثوا إليهما رسولين فقالوا اللهم خر لرسولك فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له فقال قائلون يدفن في مسجده وقال قائلون يدفن مع أصحابه فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض قال فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له ثم دفن صلى الله عليه وسلم وسط الليل من ليلة الأربعاء ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أوث بن خولي وهو أبو ليلة لعلي بن أبي طالب أنشذك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له علي انزل وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن زبير أبو الزبير حدثنا سابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة وكرب أبتاه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة حدثني حماد بن زيد حدثني ثابت عن أنس بن مالك قال قالت لي فاطمة يا أنس كيف سفت أنفسكم أن تحت التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا ثابت عن أنس أن فاطمة قالت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبتاه إلى جبرائيل أنعاه وأبتاه من ربه ما أدناه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه أجاب ربا دعاه قال حماد فرأيت ثابتا حين حدثني هذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا ثابت عن أنس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نتقل الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن ابن عون عن الحسن عن أبي بن كعب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا خالد بن محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السهلي حدثني موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي حدثني مصعب بن عبد الله عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدمي فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جميله فتوفي أبو بكر وكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عمر بن عاصم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمان نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها قال فلما انتهينا إليها بكت فقالا لها ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء قال فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعة الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليل قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حدثنا عمر بن سواد المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا من يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المس حدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا من بني عامر بن صعصعة حدث أن عثمان بن أبي العاص الثقافي دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف إني صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشق حدثنا ابن أبي فديك حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدعى يوم القيامة يقال أين الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يضم أبدا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي للخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدثنا محمد بن بلال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك قال دخل رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاس صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حقص بن غياف عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد العزيز بن محمد وحدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان حدثنا عمر بن عبد الله الأودي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة بن قدامة حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال نعم قال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا قال أبو علي هكذا رواية الوليد بن أبي ثور والحسن بن علي ورواه حماد بن سلم فلم يذكر ابن عباس وقال فنادى أن يقوموا وأن يصوموا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر قال قلنا اثنان وعشرون وبقيت ثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا ثلاث مرات وأمسك وأمسك واحدة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد تسعا وعشرين بالتالك حدثنا مجهد بن موسى حدثنا القاسم بن مالك المزني حدثنا الجريري عن أبي نظرة عن أبي هريرة قال ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين حدثنا حميد بن مسعد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهراء عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة حدثنا محمد بن عمر المقرئ حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشاه بن عروة عن عائشة قالت سأل حمزة الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصوم أفأصوم في السفر فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأصطر حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهارون بن عبد الله الحمان قالا حدثنا ابن أبي فديك جميعا عن هشام بن سعب عن عثمان بن حيان الدمشقي حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر قال أبو إسحاق هذا الحديث ليس بشيء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سواد عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهد وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال أدن فكل قلت إني صائم قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما فيا لعف نفسي فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا الربيع بن بدر عن الجريري عن الحسن عن أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلة التي تخاف على نفسها أن تفطر وللمرضع التي تخاف على ولدها حدثنا علي بن المنذر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن يحيى بن سعيد وعن أبي سلمة قال سمعت عائشة تقول إن كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجي أشعبان حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجد قال ثم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال أطعم ستين مسكينة قال لا أجد قال اجلس فجلس فبينما هو كذلك إذ أتي بمكتل يدعى العرق فقال اذهب فتصدق به قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منها قال فانطلق فأطعمه عيالك حدثنا حرمنة بن يحيا حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عبد الجبار بن عمر حدثني يحيا بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال وصم يوما مكانه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيانة عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه المطوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قال أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غير ثم طلعت الشمس قلت لهشام أمروا بالقضاء قال فلا بد من ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يعلى ومحمد ابن عبيد التنافسي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق قال سمعت فضالة ابن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يطومه فدعا بإناء فشرب فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه قال أجل ولكني خئت حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس وحدثنا عبيد الله حدثنا علي بن الحسن بن سليمان أبو الشعفاء حدثنا حفظ بن غياث جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي عن مسحوق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير فصال الصائم السواك حدثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك الحمصي حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم حدثنا أيوب بن محمد الرقي وداود بن رشيد قالا حدثنا معمر بن سليمان حدثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبيد الله أنبأنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء حدثه عن ثوبان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم وبإسناده عن أبي قلابة أنه أخبره أن شداد بن أوسن بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فمر على رجل يحتجم بعدما مضى من الشهر ثمانية عشرة ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمر بن ميمون عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضمني عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطرى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن إبراهيم قال دخل الأسود ومسروق على عائشة فقالا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت كان يفعل وكان أملككم لإربه حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رخص للكبير الصائم في المباشرة وكرهنا الشاب حدثنا عمر بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه حدثنا عمر بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن جهل عليه أحد فليقل إن مرء صائم حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر قراءة خمسين آية حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن حذيفة قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا ولكن هكذا يعترض في أفق السماء حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون حدثنا عطمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الغباب أم الرائح بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمر القارئ قال سمعت أبا هريرة يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنوب فليفطر محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن مسرو عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر قال مطرف فقلت لعمر أفي رمضان قال رمضان وغيره سواء حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنوب يريد الصوم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من احتلام ثم يبتسل ويتم صومه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن سعيد وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتاذة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أخطر حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن نسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صاما أبد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا حبان بن هلال حدثنا همام عن أنس بن سيرين حدثني عبد الملك بن قتادة بن منحان القيسي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو ماجة أخطأ شعبة وأصاب همام حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي در قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فاليوم بعشرة أيام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قلت من أيه قالت لم يكن يبالي من أيه كان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صام شهرا متتابعة إلا رمضان منذ قدم المدينة حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار قال سمعت عمر بن أوسل قال سمعت عبدالله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب صيام إلى الله صيام داود فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام ثلثة حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال 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 عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك أحد قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما قال ذلك صوم داود قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوتت ذلك حدثنا سهل بن أبي سكي حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيع عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح من الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى حدثنا هشام بن عمار حدثنا بقية حدثنا صدقة بن خالد حدثنا يحيى بن الحارف الزماري قال سمعت أبا أسماء الرحبي عن عثمان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوان كان كصوم الدهر حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أنبأنا ليث بن سعد عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار من وجهه سبعين خريفا حدثنا هشام بن عمار حدثنا أنس بن عياض حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله زحزح الله واجهه عن النار سبعين خريفا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منا أيام أكل وشرب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعنى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله وأنا أطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا أبو داود حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قل لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افطرض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا عبي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء حدثنا عمر بن شبت بن عبيدة حدثنا مسعود بن واصل عن النهاس بن قحم عن قتادة عن سعيد بن المسير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشر وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر حدثنا حمناد بن السري حدثنا حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط حدثنا أحمد بن عبد أنبأنا حمناد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعدها حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخضري عن قتادة بن النعماني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثني حوشب بن عقيل حدثني مهدي العبدي عن عكرمة قال دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوب عاشورا ويأمر بصيانه حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود قياما فقال ما هذا قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فصامه موسى شكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيانه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء منكم أحد طعم اليوم قلنا منا طعم ومنا من لم يطعم قال فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم قال يعني أهل العروض حول المدينة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي لئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع قال أبو علي رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب زاد فيه مخافة أن يفوته عاشوراء حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصم ومن كرهه فليدعه حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبدن الزماني عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يتحرى صيام الاثنين والخميس حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا الضحاك بن مخلد عن محمد بن رفاع عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس فقيل يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول دعهما حتى يصطلحا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي السليل عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيتك عاما أول قال فما لي أرى جسمك ناحلا قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا بالليل قال من أمرك أن تعذب نفسك قلت يا رسول الله إني أقوى قال ثم شهر الصبر ويوما بعده قلت إني أقوى قال ثم شهر الصبر ويومين بعده قلت إني أقوى قال ثم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وثم أشفر الحرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي صيان أفضل بعد شهر رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزمي حدثنا داود بن عطاء حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن كان بن زيد بن الخطاب عن سليمان عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيان رجل حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن محمد بن إبراهيم أن أسامة بن زيد كان يصوم أشعر الحرم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شوالا فترك أشهر الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن المبارك وحدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم زاد محرز في حديثه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى وخالي يعنى عن عبد الملك وأبو معاوية عن حجاج كلهم عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من كجورهم شيئا حدثنا هشام بن عمار حدثنا سعيد بن يحيى اللخمي حدثنا محمد بن عمر عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وسهل قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن حبيب بن زيد الأنصري عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة حدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال الغداء يا بلال فقال إني صائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا أبو عاصم أنبأنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد بن أبي مجاهد الطائي وكان ثقة عن أبي مدلة وكان ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعت عبد الله بن عمر بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالصائم عند فطره لدعوة ما ترد قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمر يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا مندل بن علي حدثنا عمر بن فهبان عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو عاصم حدثنا ثواه بن عطبة المهري عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع حدثنا محمد بن يحيا حدثنا قتيبة حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن مسلم البطين والحكم وسلمة بن كهيد عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه قالت بلى قال فحق الله أحق حدثنا زهير بن محمد حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبي قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها قال نعم حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أحمد بن صالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثخيف قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم حبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشر حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه حدثنا محمد بن يحيا الأزدي حدثنا موسى بن داود وخالد بن أبي يزيد قالا حدثنا أبو بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم حدثنا محمد بن يحيا الأزدي حدثنا موسى بن داود وخالد بن أبي يزيد قالا حدثنا أبو بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا محمد بن معن عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله الأموي عن معن بن محمد عن حمضلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعب الشاكر بمنزلة الصائم الصابر حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه حكيم بن أبي حرة عن زنان بن سنة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعب الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فقال إني أريت ليلة القدر فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النفعي عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن ابن عبيد بن نسطاص عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيى الليلة وشد المئزر وأيقظ أهله حدثنا هنال بن السري حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يهل بن عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء فأمرت عائشة بخباء فضرب لها وأمرت حفصة بخباء فضرب لها فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر تردن فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونس أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حمد حدثنا ابن المبارك عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان حدثني عمارة بن غزية قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد بن الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليف بن سعب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر حدثنا يونس بن محمد حدثنا الهياج الخراساني حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر عن أبيه عن ابن شهاب أخبرني علي بن الحسين عن صفية بنت حيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم فمر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيين قالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذى عن أكرمة قال قالت عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نساء فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت تحتها الطصد حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم حدثنا محمد بن أمية حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف ذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها حدثنا أبو أحمد المرار بن حموي حدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتين العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد سمعا شقيق ابن سلمة يخبر عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يقوق عنقه ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصداقه من كتاب الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل الآية حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه ينطحه بقرونها وتطعه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأتي الإبل التي لم تعطي الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها وتنطحه بقرونها ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفر منه صاحبه مرتين ثم يستقبله فيفر فيقول ما لي ولك فيقول أنا كنزك أنا كنزك فيتقيه بيده فيلقمها حدثنا عمر بن سواد المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاة قال خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال له ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال ثم انتفت فقال ما أبالي لو كان لي أحدا ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا موسى بن أعين حدثنا عمر بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في المال حق سوى الزكاة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنِّي قَدْ إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالْرَقِيْكِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ من كل أربعين جرهما جرهما حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيا قالا حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن واقذ عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمر عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثني الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن يحيا بن عمار وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر ولا فيما دون خمس أواق ولا فيما دون خمس من الإبل حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة حدثنا محمد بن يحيا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن شعب عن عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه فأتيته بصدقة ماله فقال اللهم صل على آل أبي أوفى حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليمان بن كثير حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاق الله فوجدت فيه في خمس من الإبلشاء وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين فإن زادت على خمس وأربعين واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابن تالبون إلى تسعين فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون حدثنا محمد بن عفيل بن خويل بن نيسى بوري حدثنا حفظ بن عبد الله السلمي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمر بن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شات إلى أن تبلغ تسعة فإذا بلغت عشر ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت بعيرا ففيها حق إلى أن تبلغ ستين فإن زادت بعيرا ففيها جبع إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومئة ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيا ومحمد بن مرزوق قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني أبي عن تمامة حدثني أمس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها شاتين استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه نقبل منه وليس معه شيء حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا شريك عن عثمان الثقافي عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فأتاه رجل بناخة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها فأتاه بأخرى دونها فأخذها وقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبي لرجل مسلم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع المصدق إلا عن رضا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن عيسى الرملي حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من البقر من كل أربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعا حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعا وفي أربعين مسنة حدثنا بكر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليمان بن كثير حدثنا ابن شهاب عن سارم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مئة فإذا كثرت ففي كل مئة شاة ووجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ووجدت فيه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ صدقات المسلمين على مياههم حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام بن حر عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هند عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياء إلى ثلاث مئة فإن زادت ففي كل مئة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان بالسوية وليس للمصدق هلمة ولا ذات عوار ولا كيس إلا أن يشاء المصدق حدثنا عيسى بن حماد المصري حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كما نعها حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن فضيل ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن ختادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته حدثنا عمر بن سواد المصري حدثنا ابن وهب أخبرني عمر بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله قال فقال عبد الله بن أنيس بلى حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدثنا أبو عتاب حدثني إبراهيم بن عطاء مولى عمران حدثني أبي أن عمران بن الحسين استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال قال وللمال أرسلتني أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق حدثنا عمر بن سواد المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذر حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وعن جسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نسق العشر حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان بعلى العشر وفيما سقي بالسواني نصف العشر حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ مما سقط السماء وما سقي بعلى العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر قال يحيى بن آدم البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطر والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست يحتمل ترك السقي فهذا البعل والسيل ماء الوادي إذا سال والغيل سيل دون سيل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير بن بكار قالا حدثنا ابن نافع حدثنا محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرط عليهم كرومهم وثمارهم حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة وقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف السمر ولكم نصفها فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص فقال في ذا كذا وكذا فقالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة فقال فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل أقناء أو قنوة وبيده عصى فجعل يطعن يدقدق في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمر بن محمد العنقزي حدثنا أصباط بن مصر عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب في قوله سبحانه ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفخون قال نزلت في الأنصار كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النفل من حيطانها أقناء البثر فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل منه فقراء المهاجرين فيعمل أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء فنزل في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يقول لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة وعلموا أن الله غني عن صدقاتكم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتقين قال قلت يا رسول الله إن لي نحلى قال أد العشر قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي حدثنا محمد بن يحيا حدثنا نعيم بن حمد حدثنا ابن المبارك حدثنا أسامة بن زيد عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر حدثنا محمد بن رمحن المصري حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الخطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عد له مدين من حمده حدثنا حفظ بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهر قالا حدثنا مروان بن محمد حدثنا أبو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن أكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طقرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيانة عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نفرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من أقط صاعا من زبيل فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا يعدل صاعا من هذا فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن حدثنا عمر بن حفص عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الكطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني حدثنا عتاب بن زياد المروزي حدثنا أبو حمزة قال سمعت مغيرة الأزدية يحدث عن محمد بن زيد عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فآخذوا من المسلم العشر ومن المشرك الخراج حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا محمد بن عبيد التنافسي عن إدريس الأودي عن عمر بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق ستون صاعا حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمر بن الحارث بن المطلق ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمر بن الحارث بن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حفظ بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلم عن أم سلم فقالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقالت زينب امرأة عبد الله أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخني أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال قال قال نعم قال وكانت صناع اليدين حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة قلت أنا قال لا تسأل الناس شيئا قال فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليكثر حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب فقال رجل لي سفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير فقال سفيان قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم حدثنا عيسى بن حمد المصري أنبأنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمره فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أمامه فتستقبله النار وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمر فليفعل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال كنت مع عبد الله بن مسعود بمنا فخلا به عثمان فجلست قريبا منه فقال له عثمان هل لك أن أزوجك جارية بكرة تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا أشار إلي بيده فجئت وهو يقول لئن قلت ذلك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للخلج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا آدم حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجه فإني مكاثر لكم الأمم ومن كان ذا قول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء حدثنا محمد بن يحيا حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا محمد بن مسلم حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نر للمتحابين مثل النكاح حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيد عن سعد قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل زاد زيد بن أخزم وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يفجر إلا في البيت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمر بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوثوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليستملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حمياد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل حدثنا أزهر بن مروان حدثنا حمياد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفث محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه قالت سمعت أم سلمة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا وكيع عن عبد الله بن عمر بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعب عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره فقال يا رسول الله أي المال نتخذ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعت وإن نظر إليها سرت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل حدثنا هنال بن السري حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر قلت نعم قال أبكرا أو سيبا قلت سيبا قال فهل لا بكرا تلاعبها قلت كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن طلحة التيمي حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عطبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير حدثنا هشام بن عمار حدثنا سلام بن سوار حدثنا كثير بن سريم عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطخرا فليتزوج الحرائر حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن طلحة عن عطاء عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كحوا فإني مكاثر بكم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفظ بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حكمة عن محمد بن سلم قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له هتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ شطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها حدثنا الحسن بن علي الخلال وزهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما فأتيت امرأة من الأنصار ففعل فتزوجها حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لهم امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بن تقيس تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم بن سخير وأسامة بن زين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبط به حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفطل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها قيل يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال إذنها سكوتها حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي لكندي عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم السيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبرا أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبرا أن رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وذكر يحيى أنها كانت تييبا حدثنا هنال بن السري حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسة قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء حدثنا أبو السقر يحيى بن يزيد العسكري حدثنا الحسين بن محمد المروروذي حدثني جرير بن حازم عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس أن جارية ذكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب السختياني عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرد فوعكت فتمرق شعري حتى وفى له جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد فأخذت بيدي فأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به على وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإلى نسوة من الأنصار في بيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهم فأصلحنا من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع وبنا بها وهي بنت تسع وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه حين هلك عثمان بن مضعون ترك ابنة له قال ابن عمر فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها وذلك بعدما هلك أبوها فكرهت نكاحه وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حدثنا جميل بن الحسن العتكي حدثنا محمد بن مروان العقيري حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار حدثنا الحسين بن مهدي أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه في أزواجه إثنتي عشرة أوقية ونشة هل تدريب النش هو نسف أوقية وذلك خمسمائة درهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوا عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة حدثنا أبو عمر الضرير وهناد بن السري قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه أنا رجلا من بني فزارة تزوج علان عليهم فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحا حدثنا حص بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزوجها فقال رجل أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها ولو خاتما من حديد فقال ليس معي قال قد زوجتكها على ما معك من القرآن حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد حدثنا يحيى بن يمان حدثنا الأغر الرقاشي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخضري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون جرغما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال معقل بن سنان الأشجعي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي عن جدي أبي إسحاء عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمة أو قال فواتح الخير فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة خطبة الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخطبة الحاجة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند حدثني عمر بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أما بعد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيا ومحمد بن خلف العسفلاني قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذيبان لا يبدأ فيه بالحمد أقطع حدثنا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمر قالا حدثنا عيسى بن يونس عن صالد بن الياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال حدثنا عمر بن رافع حدثنا هشيم عن أبي بلج عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلم عن أبي الحسين اسمه خالد المدني قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتاني يتغنياني وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد فقال أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد إلا الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بوعاة قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أب مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد الفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عوف عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم إني لأحبكن حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة قالوا نعم قال أرسلتم معها من يغني قالت لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الفريابي عن ثعلبة بن أبي مالك التليمي عن ليث عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عربي عن أبيه عن زينب بنت أم سلم عن أم سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنة وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوه من بيوتكم حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء حدثنا أبو بكر بن خلاد البابلي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أشعة عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم حدثنا أحمد بن عبد حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا أو ما فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه حدثنا أحمد بن عبد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شا حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرحبي قالا حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا وائل بن داود عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز قال ابن ماجة لم يحدث به إلا ابن عيينة حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الفضل بن عبد الله عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة وأم سلمة قالتا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحة ثم حشونا مرفقتين ليفا فنفشناه بأيدينا ثم أطعمنا تمر وزبيبا وسقينا ماء عذبا وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن سهل بن سعد السعدي قال دعا أبو أسيد السعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه فكانت خادمهم العروس قالت تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنقعت تمرات من الليل فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن حدثنا حدثنا علي بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجد فقد عصى الله ورسوله حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وثمعة حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للسيب ثلاثة وللبكر سبعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك يعني بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه حدثنا عمر بن رافع حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ثم كان بينهما ولد لم يصلط الله عليه الشيطان أو لم يضره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا تريها أحدا فلا ترينها قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس حدثنا إسحاق بن وهبن الواسطي حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني حدثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عادي عن عثبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستثر ولا يتجرد تجرد العيرين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولا لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قب قال أبو بكر قال أبو نعيم عن مولاة لعائشة حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن الحارف بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها حدثنا أحمد بن عبد أنبأنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاك عن عمر بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء في أدبارهم حدثنا سهل بن أبي سهل وجميل بن الحسن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه سنع جابر بن عبد الله يقول كانت يهود تقول من أتى امرأة في قبلها من دبرها كان الولد أحوال فأنزل الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخضري قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تفعلون لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليس من نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة حدثني جعفر بن ربيع عن الزهري عن محرز بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعزل عن الحرة إلا بإذنها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشان بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخضري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا أبو بكر من نهشلي حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرني عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القراضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عثيلته ويذوق عثيلته حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عرقمة بن مرثد قال سمعت سلم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول قال لا حتى يذوق العسيلة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وقرام عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحللة والمحللة حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي حدثنا أبو أسامة عن ابن عون ومجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحللة والمحلل له حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي قال سمعت ليس بن سعد يقول قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عررة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حدثنا حميد بن مسعد وأبو بكر بن صلات قالا حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة بن عبد المطلب فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلم حدثته أن أم حبيبة حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أختي عزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك قالت نعم يا رسول الله فلست لك بمخلية وأحق من شركني في خير أختي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلم فقال بنت أم سلم قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان حدثنا محمد بن خالد بن خداش حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي بليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا حمال بن سلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير ففعلت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه بعد وكان شهيد بدرا حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجل فأكلها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعة بن أبي الشعتاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال من هذا؟ قالت هذا أخي قال انظروا من تدخلن عليكم فإن الرضاعة من المجاعة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء حدثنا محمد بن رمحن النصري حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمع عن أمه زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة وأبينا أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة وقلنا وما يدرينا لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس يستأذن عليه بعدما ضرب الحجاب فأبيت أن آذن له حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك فأذني له فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال تربت يداك أو يمينك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن عليه فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهبن الجيشاني عن أبي خراشن الرعيني عن الديلمي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال إذا رجعت فطلق إحداهما حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي وهبن الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي قلق أيته ما شئ حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردل عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال اختر منهن أربعة حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعة حدثنا عمر بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشرق أن يوفى به ما استحللتم به الفروج حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عسمة النكاح فهو لها وما كان بعد عسمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبيه وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشرج حدثنا عبدة بن سليمان عن صالح بن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران قال صالح قال الشعبي قد أعطيتكها بغير شيء إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت وعبد العزيز عن أنس قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتزوجها وجعل عطقها صداقها قال حماد فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها قال أمهرها نفسها حدثنا حبيش بن مبشر حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أكرمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عطقها صداقها وتزوجها حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهراء حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا مندل عن ابن جريت عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا قال مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال فرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا قال فاستمتعوا من هذه النساء فأتيناهن فأبين أن ينجح لنا إلا أن تجعل بيننا وبينهن أجلا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوا بينكم وبينهن أجلا فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فقالت برد كبرد فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سليلها ولا تأخذوا مما آتيتههن شيئا حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال لما وي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثة ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو مخصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة بن عباس حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد الله بن رجائن المكي عن مالك بن أنس عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب حدثنا محمد بن شابور الرقي حدثنا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري أخو فليح عن محمد بن عجلان عن أبي وثيمة البصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن همام عن قتاذة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت لهم رأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه صاقط حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قالا حدثنا يزيل بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيل عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قالا حدثنا يزيل بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عقبة بن خالد وحدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن سمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حويين في شيء فقالت صفية يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي قالت نعم فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إليك عني إنه ليس يومك فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فأخفرته بالأمر فرضي عنها حدثنا حفظ بن عمر حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحتهم رأة قد طالت رحبتها وولدت منه أولادا فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها حدثنا هشام بن عمار حدثنا معاوية بن يحيا حدثنا معاوية بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي ركم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن البهي عن عائشة قالت عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عنه الأذى فتقذرته فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه ثم قال لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقها حدثنا أبو بكر بن خلف ومحمد بن يحيا قالا حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيا بن ثوبان عن عميه عمارة بن ثوبان عن عقاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لنسائهم حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته حدثنا أبو بتر عباد بن الوليد حدثنا حبان بن هلال حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية بنت حيين جئنا نساء الأنصال فأخبرنا عنها قالت فتنكرت وتنقبت فذهب فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني قالت فالتفت فأسرعت المشيى فأدركني فاحتضنني فقال كيف رأيتي قالت قلت أرسل يهودية وسط يهوديات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن خالد بن سلم عن البهي عن عروة بن زبير قال قالت عائشة ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبا ثم قالت يا رسول الله أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريحها في فيها ما ترد علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه حدثنا حص بن عمر حدثنا عمر بن حبيب القاضي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسرب إلي صواحباتي يلاعبني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمع قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن ثم قال إلى ما يشجد أحدكم امرأته جلد الأمر ولعله أن يضاجعها من آخر يومه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربن إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد لئر النساء على أزواجهن فأمر بضربهن فضربن فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير فلما أصبح قال لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك فياركم حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن مدرك الطحان قالا حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأولي عن عبد الرحمن المسلمي عن الأشعة بن قيس قال ضفت رمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها فحجزت بينهما فلما آوى إلى فراشه قال لي يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وطر ونسيت الثالثة حدثنا محمد بن صالد بن خداش حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا أبو عوانة بإسناده نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي عريس وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها أفأصل لها فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة حدثنا أبو عمر حفص بن عمر وعبد الرحمن بن عمر قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني عنك أنك قلت ذكيت وكيت قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قالت إني لأقرأ ما غير لوحيه فما وجدته قال إن كنت قرأته فقد وجدته أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نها عنه قالت فإني لأظن أهلك يفعلون قال اذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا قالت ما رأيت شيئا قال عبد الله لو كانت كما تقولين ما جامعتنا حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنا بي في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال وجمعها إليه في شوال حدثنا محمد بن يحيا حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن منصور ظنه عن طلحة عن خيثمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني سليمان بن سليم الكلبي عن يحيا بن جابر عن حكيم بن معاوية عن عمه مخمر بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤما وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والفرس والدار حدثنا عبد السلام بن عاسم حدثنا عبد الله بن نافع حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم حدثنا يحيا بن خلف أبو سلم حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار قال زهري فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن جدته زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة وتزيد معهن السير حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا وكيع عن شيبان أبي معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سهم أبي شهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن عائشة قال ما غرت على مرأة قط ما غرت على خديجة مما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من ذهب قاله ابن ماجة حدثنا عيسى بن محمد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الله بن أبي مليك عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحة ابنة أبي جهل قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا قال فنزل علي عن الخطبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قال فقلت إن ربك ليس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة